نعم أنا ممكن أن أقول أن كل القوى الوطنية كل التنظيمات كل الكتل في مجلس النواب أيدت حركة قواتنا الباسلة باتجاه حوران والأبيض لضرب القاعدة وداعش لأن هذا خطر يشمل جميع ولكن أكثر من أربعين نائبا قدموا استقالاتهم توجهت القوات نحو الحوران والأبيض لكل أيدوا وهذه بيانات موجودة جميع حتى أهالي الأنبار حتى العشائر الآن الموجودة لكن عندما استدارت باتجاه الرمادي والفلوجة أصبح هناك نوع من الانشقاق بين أهالي الرمادي وخلينا نقول بين السنة والشيعة